طلب سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجميع بمتابعة الأوضاع الموجودة على حدود مصر الغربية والجنوبية وكذلك الشرقية الآن ولفت إلى أن الأوضاع دائما مشتعلة كما دعا الرئيس السيسي في الوقت ذاته إلى ضرورة تيقضي للتحديات الموجودة في المنطقة الأمم بتصمد مش بس بقيادتها الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها وبالتالي أمر مهم قوي أنه نحن نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا وأرجو منكم جميعا شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وعلى حدودنا الشرقية الآن هتجدوا دائما أنها لحكمة لا نعلمها مشتعلة وأنا عايز أقول للمصريين البسطاء لما كل الجار بس عنده مشكلة صغيرة أنت بتتأثر بيها تصور بقى لو الجار ده البيت بتاعه مشتعل البيت بتاعه مشتعل فالبيوت حوالين مننا مشتعلة كلها لكن شاهد إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تظل مصر آمنة مطمئنة